السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم السلام عليكم ما مدة القصر في السفر ولكم جزيل الشكر لازم نعرف ان السفر بتتغير احكامه عن احكام الحضر المسافة اللي وردت في حديث الرسول اللي اللي سلم هي اربعة برد الحديث اللي وروا عن رسول اللي اللي سلم في مسألة السفر هو حديث سيدنا عبدالله بن عباس اللي فيه قال صلى الله عليه وسلم يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد من مكة الى عصفان والحديث دوت رواق كثير من اهل السنة زي الدرقوتني والبيهاقي والتبراني المسافة دي بتساوي بالمقاييس اللي احنا فيها دلوقتي بتساوي تلاتة وتمانين ونص كيلو متر يبقى والرخصة اللي عندنا اني نجمع ونقصر في حدود اربع ايام بلا يليهن يعني نجمع ونقصر عشرين صلاة ويبقى المدة دي هي اقل مدة لا اربع ايام بلا يليهن هتتحسب ازاي يعني اربع ايام بلا يليهن يبقى عندنا هيبقى عندنا اليوم الاولاني اللي مسافر فيه مش هيتحسب واليوم الاخير اللي مسافر مش هيتحسب ويبقى فيه تلاتة ايام يبقى أربع أيام بليليهن يبقى إيه اللي حاصل لو نبقى إنه يبقى أكتر من هذه المدة إيه اللي حاصل هيعمل إيه يبقى هيتم كل الوقت اللي هو فيه يبقى من أول يوم بعد يوم الوصول يبقى هيتم بعد أول يوم من أيام الوصول إذا كان ده إيه إذا كان عيقيم مثلا أسبوع ولا عشر أيام أكتر من المدة اللي هي أربع أيام بليليها يبقى إيه اللي يحصل يبقى هيكون متم